السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي طبعا سنة 2022 لا بد انه شركة شاومي تترسها اجهزة شاومي نزلت جهازه والريدمي نوت 11T هذا جهاز واحدة الاجهزة المتوسطة اللي اجانه وراجعته وخنا نراويكم تجربتي بهذا جهاز واحدة الاجهزة المتوسطة قدمتها شركة شاومي او شركة ريدمي او شركة شاومي بمواصفات تقدر تقول محترمة مع السعر اللي تدفعه به هذا الجهاز يجيناه بشاشة مقاس 6.6 هاي شاشة من نوع IPS LCD مع 90 هيرتز نعم هذي الشاشة الكاملة الاطراف قليلة الحواف من الاعلى والاسفل الاسفل اكل حافة جدا صغيرة مو كبيرة ما تأثرك على الشاشة مع انه الشاشة كن بيها ثقب جدا صغير للكاميرا الامامية جهاز بعدد بكسلات 300 و99 بكسل بالانش الواحد الاضاءة والسطوع شي حلو بالجهاز مع انه هذا الجهاز يدعم بنوع من الامان للشاشة يعني ممكن ان تحميلها من الخدوش السقطات القليلة او خفيفة ممكن ما تنكسر الشاشة لانبي غوريلا غلاس هذا الجهاز يجيب نظام الاندرويد داعش مع واجهة الشاومي 12.5 تابعة لشركة هذا الجهاز بالنظام مني استخدمت اكو سرعة اكو سرعة و سلاسة كلش حلوة بالجهاز يقدم لك سرعة و سلاسة حلوة يعني ما شفت بيه تهنيك ولا تعليق عنه تصميم الجهاز تصميم ميلي بلاستيك والكاميرات الخلفي الموجودة بيه عبارة عن نوت عشرة نفسه اللي شايفين نوت عشرة كلها موجودة نوت عشرة برو نوت عشرة برو ماكس و كلها نفس التقريبا تصميم نفسه ما بياختلاف حتى تشطيبة الكاميرات نفسها موجودة بهذا الجهاز نعم هذا الجهاز يجينا معالج من ميديتك هو الديامان ستي 810 5G يعني نسخة 5G هذا مبني على معمارية 6 نانو وهذا الجهاز يجيب ذاكرة 256 و 8 جاقة و ذاكرة 128 و 6 جاقة هذا الجهاز اللي عندي هو 6 جاقة مع 128 أنا جربت الجهاز أداء جدا حلو ما بي علي أي تعليق أو تهنيك ما لاحظت بي بطأ ولا بي أي مشكلة لأن هذا الجهاز نسخة عالمية فبيروم عالمي وجهاز رسمي تجي تحديثات أول بأول فما بني أو لا تتحصل أي مشكلة بالنسبة للنظام بالنسبة لهذا الجهاز أما بالاستخدام المستمر ممكن تلاقي بعض المشاكل اللي موجودة على أغلب أجهزة شاومي ممكن بالتحديثات القادمة من شركة شاومي وأنه تحلك مشكلة السوفتوير لكن أنا من راجعت هذا الجهاز أو استخدمت هذا الجهاز ما شفت أي مشاكل موجودة أو تذكر بالنسبة لهذا الجهاز هذا الجهاز يجينا بعدسة من الخلف وعدسة من الأمام عدسة الأمامية راح تكون 16 ميجا بيكسل والعدسة ثقب جدا صغير بالشاشة وهذا الثقب يتكيحا بأنه الشاشة كاملة وهذا الشيء جدا حلو وأنا أحب أغلب أجهزة شاومي أجهزة سامسونج وحتى أغلب أجهزة بالأخير أجهزة أونر وهي شركات يعني تطيحي أنا يحاب أنه الشاشة كاملة حوافها صغيرة فتشيح له بالنسبة للجهاز نعم الكاميرات الخلفية راح تكون 50 ميجا بيكسل هاي الـ 50 ميجا بيكسل راح تكون للوايد أنجل أما 8 ميجا بيكسل راح تكون الكاميرات الموجودة به أقدر أنطيه 60% أو 6 من 10 صورة الفيديو أداها زيان مع المواصفات اللي مطروح بهذا الجهاز أما بالنسبة للـ 4K أو هذا الجهاز يصور لك 4K لو ما يصور لك 4K لا ما يصور 4K يصور لك قطفولة أجدية يعني تقدر تعتمد على استعداد اعتماد عادي إذا كنت من استخدمين أجهزة عادية أما تريد أجهزة مبهرة بالكاميرات أو أشياء خرافية بالكاميرات ما راح تحصل دقة وتفاصيل قوية بهذا الجهاز لازم تشوف لك خيار غيره هذا الجهاز يمتلك بطارية خلص 1000 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع 33 واط نعم صارت ستندر 33 واط بأغلب أجهزة شاومي هذا الجهاز البطارية القوية والمصنعية الحلوة تقدر تقول مع المعالج جزيلا بالأداء الطاني بوب جي أنا شوفها جدا سريسة سريعة خليتها على السلسة وطاني 40 فرائم فهذا شي جدا حلو من هذا الجهاز نعم المواصفات اللي يحمل هذا الجهاز مع الأداء اللي يحمله مع السعر اللي راح تدفع به أنا شوف واحدة من الأشياء الحلوة لكن إذا شفت أكو خيارات إليك أفضل بالنسبة لهذا الجهاز أكيد أنت بعد يكون الاختيار إليك وأنت حر تقرر منه أي جهاز تستخدم هذا الجهاز معما أنه تشطيبة الكاميرات أو تشطيبة الألوان الموجودة بيه راح تكون متموجة ومتغير الألوان من تستخدمه بلمسة فخار نعم هذا واحد من الأجهزة اللي تقدر تستخدمه إذا كنت باستخدم أجهزة متوسطة أما إذا تريد شيء أكثر من المتوسطة ما راح يفيدك بشيء بنهاية الفيديو أتمنى أعجبكم الفيديو لا تنسى العجاب والاشتراك في القناة وإياكم مرتضة جليحاوي وفي أمال الله